إلى زيادة كبيرة في درجات الحرارة ولا نعرف إن كان هناك علاقة بين زيادة في درجات الحرارة وبين الحرائق المستعرة التي عرفتها الكثير من الغابات في الوطن خلال الأيام القليلة الماضية كما ذكرت ملف النقاش سيقاسمني فيه اليوم ضيفاني كريمان الضيف الأول وهو النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بالمدرية العامة للحماية المدنية صباح الخير راسي نسيم صباح النور كما سيشاركنا النقاش كذلك بوزيان عبدالقادر المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية لنقابة عمال الغابات صباح الخير سيد عبدالقادر لو أبدأ معك سيد نسيم وتعطينا محصلة عن الحرائق التي شاهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية صباح الخير لكم مشاهدين قناة النهار في سياق الحرائق الغابات كما هو معروف في جزائر فترة الصيف عادة ما تشاهد حرائق أو موسم تختلف من موسم إلى آخر بعد سنة 2017 يعني إن الموسم مقارنة ب2018 و2019 ها نحن ندخل سنة 2020 في اختلاف نوعا ما في حلائق الغابات أين ربما شاهدها شارجوان بعد الحلائق مبكرة من اختلافا في السنوات الماضية يعني حلائق هذه السنة كانت مبكرة مقارنة الموسم الماضية الأخيرة من شهر جوليا فكرت عامل أساسي ومهم جدا وهو عامل حرارة مع أن نعلق الحرارة بحلائق الغابات هناك دراسات و هناك علم يعني الغابات وكل ما شاهدين يعني كيف تؤطي الحرارة نندلع حلائق الغابات في ذلك توفر عوامل أخرى مساعدة عن اندلع حلائق الغابات أو الحراش أو الأدغال حتى المحاصيل الزراعية وتعلق كذلك بعوامل أخرى يعني مربوطة توضع ميدانيا سواء كانت وقائية أو عملية من طرف مور البشرية أو عتاد في طرف مكافحة هذه الغابات لكن السبيل الأساسي وهو العامل الوقائي الذي ينقسم إلى شقين من ما يخص زمنا في الغابات وما يخص المواطنين يعود فيما يخص الحصيلة نذكر أن الحصيلة الحسينة نحن من الحصيلة لدينا حصيلة واحدة ما زمنا في الغابات يعني كل حريق إلا ويخرج لعنوان الحميل المدنية وزمنا في الغابات إلا ويكون تقييم واحد ثم أسبوعيا تأتينا الحصيلة الحصيلة الأخيرة جاءتنا عند زمنا في محافظة الغابات تتكلم تقريبا ما يقارب 1200 هكتار من الغابات و900 هكتار من الأدغال خلال كم الفترة سيناسي؟ أول جوان أول جوان أول 1300 هكتار من الأحراش أي بما يقارب 3400 هكتار من الغطاء النباتي بين الغابات أدغال وعراش هنا كذلك ما يقص المحاصيل الزراعية بالخسائر مقدرة ما يقص القبح 1000 هكتار أو الناخية 3528 نخلة أو ما يقص أشجار مطمرة من فوق 3800 شجرة التي مستها ألسينات كل هذه خسائر طبعا خسائر سابق لآونة كبيرة أو غير كبيرة مزان الصيف طويل طبعا مزان الصيف كبير وعرفوا أن الجزائر موسم الصيف أو الحرائق طبعا الحرائق الغابات في الجزائر ليس جوان وجويلية يعني تقريبا هي معروفة في شهر أوت أو حتى في شهر سبطوم وفي شهر أكتوب وشي اللي ننتظر أنه ينعملين الله عز وجل عمطرة تكون في شهر أوت يعني في أواخر شهر أوت هي تكون مساعدة في التخلص في حرق الغابات سيناسيم نحن في العادة وفي الأعوام الماضية كان فيه الجزائرين بإمكانهم أن يروحوا للغابات ويديروا لجلسات الشواء وغيره لكن هذا السنة ما فيش لأنه فيه ظروف صحية منعت كل هذه الأمور ربما نستخلص من ذلك أنه سبب الحرائق مش عامل بشري دائما هل فيه عوامل طبيعية تتحكم في الأمر؟ قلت لك فيه عموك عن عوامل طبيعية الحرارة صحيحة موحرارة إذا كان أمور تقنية نفضل نخليها زاميرية مكونات الغامل الجزائري أو الغطاء النماتي الجزائري مين مكوناتهم معروفة أكثر من إباليات وسارعة اللهب ما يخص العامل الحرارة يكون عوامل أخرى تساعده من تصرفها تغير مباشرة ومباشرة من بعض المواطن بالمثال المفراغات الرمي العوشوائي للزجاج أو الأنمينيوم الحرق العشوائي وما شبه ذلك هي عوامل مساعدة في ظل توقف الحرارة وريح في انتشار الحرائق نعم سينسيم سأعود إليك سيد بوزيان عبد القادر المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية لنقابة عمال الغابات يتساءل كثير من الجزائريون وفي شائعات ربما أنه كل ما اقترب عيد الأضحى نشاهده فيه حرائق في الغابات هل ممكن أن تكون هذه الحرائق مفتعة سيعد القادر؟ شكراً يا الزمير لكل حال هذه الحرائق كلها تقدر تقول بفعل البشر نعم لأن عليها الغابات التيعنا حساسة والتكوين من الصنوباريات والطابق الأولى وهذا الشيء هو نظراً للتضاريس الوعرة نعم تعالى الغابات تعالى الغابات وقلة الإمكانيات التي لا تخلينيش مثلاً لا تخلينيش باش أن توصلوا للحرق في الوصل المواد الإمكانيات البشرية نعم اللوجيستيكية كيف تتصور مثلاً خمسة إلاف عون غابات نعم يقدر يقدر كما نقول له أنه يدخل في المستوى وطن يعني شيء شيء صعب شيء صعب بزير فيما يخص كما نقول الأعيد وكذا منه هذا شيء ما لا أساسة لهم الصحة نعم وفي الأولى الأخيرة خاصة تنسنا جائحة الكورونا هذه الشواطئ مغلوغة خليت الناس فعلاً تروح للغابات تروح للغابات ولكن هنا نقوموا بعملية تحسيس وتوعية على أساس ما نخلوهم ما نمنوعوش الناس نعم باش معنا يخرج للغابة نعم ما نمنوعوش الناس ما نمنوعوش ما كاش قالوا ما نمنوعوش ولكن هيتل يانا دي منحسوا فيهم قالوا دي تدير جلسة شيواء مأهل آي لأتاك نعم وباش يعني أنا إذا رحت للغابة وعملت جلسة شيواء فما فيش مشكلة أنا وشاني نقول لليو دي مثلا كي تكمل طفي النار طفي النار ما تخليش الأغنية نديرو لهم عملية تحسيس وتقور وعبعد شوي على الغابة أنت ما تخليه نلبش ما تكونش أكيد أكيد سي عبد القادر سبع حرائق في اليوم الواحد بمساحة عشر هكتارات لكل حريق رقم ضخم ومخيف ربما لو احترقت الغابة كم سيلزمها من الوقت باش تعاود تنوذ أشجارها ويعود لها تنوحها طبيعي كم تستغلق من الوقت خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة ربما لدقيقة تهور ممكن واحد يرمي سيجارته في أقل من عشر ثواني خمسة وعشرين سنة هي تكلفة مدة طويلة جدا مدة طويلة وشي ثاني كيف نقول كيف فرق قانوني نعم لأن القانون احنا ربع وثمانين اثناش مصادر في سنة ألف وثعبية وربع وثمانين يعني خلاص حل عندهم سنة 36 سنة 36 سنة ما زلنا نخدمه ما زل حد الأن لا ما كانش قا عينة معنا تلنا نديم رانا نطالب 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 بتحيين نصوص تشريحية نعم نعم لكينا استيجابها مؤخرا نعم مع سيد الوزير الجديد اللي بعد التغيير الحكومي هذا الجديد لكينا استيجابها من طرف سيد الوزير الزمن لأساس باش يطرح هذا الإشكال على السلطة في البلاد جميل أعود لك سي ناسين برناوي رئيس مكتب الإعلام وتوجيه بالمدية العامة للحماية المدنية جهازكم خصصة 505 وحدة لمكافحة الحرائق إضافة لجهاز علمي متخصص لو تحدثنا أولا عن هذا الجهاز العلمي المتخصص هل ربما عنده تقنيات حديثة ألا تحديثة يستخدم الأقمار الصناعية كيف جهاز علمي متخصص لمكافحة الحرائق فيما يخصها الإمكانية المادية يعني أو تكنولوجيات الحديثة اللي هي بالتنسيق مع زماننا في محافظة الغبت في التدخل الأولي وما يليه من تدخل وحدة الحماية المدنية نعم فيما يخص تكنولوجيات الحديثة نتكلم من الجانب العملي لطائرة أو فيما يخص صور الصالة الساتليتية التي خلتها عن طريق وكرة الفضاء فيما يخص تقييم الخصائر يعني تعتمدوا على صور الصاتل في مراقبة الحرائق نعم هناك تنسيق مع وكرة الفضاء فيما يخص تعطيك خارط خارط الأخطار فيما يخص تحديد الأخطار والأماكن أكثر هشة وأكثر يعني تكون عرضة للحرائق سنويا هذه فيما يخص دراسة الأخطار وفيما يخص تقييم الخصائر فيما بعد نهاية الموسم حتى تكون الإحصائيات دقيقة جدا أما الجهاز العملي الجهاز العملي فيما يخص خمسمائة وخمسة وحدة هذا خمسمائة وخمسة وحدة يعني متعددة سواء كانت رئيسية ثانوية أو مراكز متقدمة في إقليمها تدخلي هناك قطاع نباتي أي هناك تدخل أولي حتى لا يكون انتشار للحريق وتسمح لها بإخماة الحريق في انتظار وصول الإمكانيات الأرتن المتنقلة لقد سيطر على الحريق إلى حين إطفائه كلية طبعا لأن الحريق الحريق تقدر تطفيه هائلة جداً وساعات طويلة جداً في الحيان عدة أيام هذه الحرائق الهامة جداً هذا من تصرف طائش أو تصرف بسيط من المواطنين عمدة أو غير قصد لكن شيء الأساسي هو أن نرتكز على هذا الأرتال المتنقلة الأرتال المتنقلة هي إمكانيات تخصص فقط لمكافحة حرائق الغابات توضع من فاتح جوليا إلى غاية نهاية شهر شهر أكتوب وفي الحيان تمدد لذا كان مؤقتاً مؤقتاً نبعاً هي مؤقتاً كما جهاز حرش الشواطئ وليس جهاز لمكافحة حرائق الغابات سنة هذه الجديدة وهو تم رفع العدد من الأرتال المتنقلة رفع العدد؟ طبعاً رفع العدد الآن نحن في 65 ناريت المتنقل السنة الماضية كنا 37 ناريت المتنقل السنة التي كانت قبلها كنا في 22 ناريت المتنقل الحمد لله كل الدراسات وطلبات اعتمدت وقبلت حقنا تقريباً رتلين في كل ولاية التي لديها غطاء نباتي كبير وصعوبة نتكسها بالمثال تزوزوا يعني ولاية تزوزوا ولاية صعبة التضاريس عفوا وخصوصية المكان وخصوصية السكان أين يتواجدون طلب لك أن تكون إمكانية مضاعفة جداً أما الطائرة العمودية أو الهليكوبتر نذكر إخواني أن تكون تدخل إلا في الحرائق الهامة جداً يعني ليس حريق أحراش أو حريق عادي نقدر نطفيه بالشحينات أو حتى بالوسائل الفردية تختلف وسائل من منطقة المنطقة أو من حريق الحريق لما تكون تضاريس صعبة غياب المسالك أو المحميات يعني نعرف المحميات أنه تتكون من أشجار وغطاء نباتي نادر جداً هنا نستعمل طائرات الهليكوبتر أو حرائق تمس وتهديد السكنات أو مطلقات السكنات يعني هنا نقوم بحماية هذا رسم تأخذ السريع طبعاً سي عبدالقادر أنت المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية لنقابة عمال الغابات ربما لما يوصل فصل الصيف رح تختلف طبيعة تعملكم عن فصل الشتاء أو غيره من الفصول ما هي الإجراءات التي تتخذوها والتي تكون استثنائياً لمواجهة حرائق الغابات خلال هذا الفصل؟ هل تخصصون أعوان؟ هل تخصصون أعوان؟ أردك أسباب ونقلت لك بالآخر كان عدنا نقص في التعداد البشري ولكن رغم ذلك شيء ما نخصوش عوان وإنما كل وعد يخدم في مقار الأعمال إما في المقاطعة إما في مقار الأقليم وكان مدومة كل ما تجينا إنذار نداء من طرف برج المراقبة على كين حارق في المنطقة ما نتنقلوا هنا أول واحد يتحرك قبل ما تصل الحماية المدنية لا نعنى التدخل الأول نعنى أنتم تصلوا بالحماية المدنية نتصلوا بهم ولكن نعنى لأنه تدخل الأول لنعنى من بعد نطلبوه لما تصلوا أنتم الحريق أولاً عندكم مذخات مياه؟ عندنا سيارات مجاهزة وتم اقتنائنا 80 سيارة مجاهزة ولكن هذا دائماً يبقى العدد قليل ضائل ورغم ذلك شيء نخدمه بالشيء اللي عندنا عندنا سيارات مجاهزة نخدمه بالماكن حتى وإننا اضطروا بالأخر بدينا تحفروا وسائل تقليدية وسائل تقليدية أفهمت كلامك أنتم نعم بمجرد ما تصلوا المكان للحريق تحاولوا توقفوا انتشاروا إلى حين وصول عناصر الحماية المدنية إذا نتحدث معك في موضوع آخر سعد القادر شفنا منذ أسابيع ربما أو أيام اعتداءات متكررة على أعوان الغابات لماذا هذه الاعتداءات؟ هذه الاعتداءات اللي كلها كانت كما نقولوش بالعامية كانت بارونات نعم ناس اللي تعلق الخشب كان اللي يحبوا يدروا توسيعها نعم تعدي على الأراضي الغابية نعم توسيعها خاصة خاصة الولايات ما نقولوه ما نتحدث للشواطن نعم الساحلية نعم الناس عندها أغراض باش يدير توسيعها باش يبني اعتداء الغابة اعتداء الغابة وكذا منها نعم وهذا الشي حنا نحاصرهم ما خلوهمش وهنا اللي كنت نقولك كين فراغ قانوني قانوني نعم قانوني ربعة وثمانية وثناش مثلا أي يقولك يعاقبوا كل من قام بقاطع أسجار فيغارامة مالية قادرها ألفين دين هار نعم نقطة رجع الاصطر نعم ما يقولكش مثلا ما الإخلاء المكان والله كذا ما ما كانش إخلاء المكانة هو يعاقب مثلا كلامك أنه يعاقب بدفع غرامة مالية ويحتفظ بهذهك المساحة اللي داها وعادلة ويحتفظ بها مثلا تعاود يجبت لك يقول لك أن يخلص عليها مخالفة كيف يقول له هذه المخالفة ربما يشري مساحة 2000 دينار مبارك الله يقول لك سبعة ملكية هذه المخالفة يقول لك سبعة ملكية إذن أنتم تدعونا لإعادة النظر في القوانين التنظيمية الخاصة مثل هذه سينسيم عفوا هل فيه مخطط وطني لمواجهة حرائق الغابات فيه استراتيجية معينة فيه مخطط طارع ربما قتل جاءنا إليه إذا ما شاهدنا حرائق كبيرة على غير ما حدث في سنة الماضية طبعا مخطط موجود لأنه حرائق الغابات هو رابع أخطار الكبرى في النزائر رابع أخطار الكبرى وشهو الخطر الأول والثاني ولاك الزيزان ولاك الفيضان ولاك الأخطار الصناعية الحرائق الغابات الأخطار الشاعية والتكنولوجية الأخطار المتعلقة بسحة الإنسان بسحة النبات وبسحة الحيوان والبيولوجية وما شبه ذلك يحددها القانون 0.24 يحددها قانون هناك دراسات الأخطار خاصة تكلمتك عن الجانب الوقائي الجانب الوقائي مهم جدا في الحد والتقليل من هذه الأخطار الكبرى شيء نقوم به عن المستوى agent ومديرية الوقاية في المدرية العامية للحماية المدنية المدرية الفراية للأخطار الكبرى هناك من يهتم به هذه الأخطار الطبيعية وهناك من يهتم به أخطار groupe وأكل ت substance كل واحد تخصصه لكن العامل هنا الإخطار الكبرى يعني ما وش من مهمة الحماية المدنية أو الحماية المدنية وحدا لحلق الحل لكن هناك تنسيق مع مختلف دور طبعا من التنسيق أن كل لديه نمسته في دراسة هذه الأخطار ووضع دراسة حسب الولاية نحن ندين المخطط دراسة الأخطار الولائية حسب كل ولاية وما يجب القيام به خاصة في الجانب الوقائي من جانب ميداني تهيئة في الميدان فيما يخص جانب الغطاء النباتي وما يجب فعله تجاه المواطن لأنه لما تكنوا عن المواطن لأن تكنوا بين قوسين المواطن لكن عامة ما هو المواطن المواطن اللي يقتن بقرب من الغابة أو المواطن اللي يسكن داخل الغابة أو المواطن اللي يقوم باستغلال الغابة سواء كان شخص فردي كما أذكر أو فيما يخص خواص مستغلي لديهم شركات يقومون باستغلال الغابة يعني الغابة لا تعطينا حياة نعم ناسيم نحن عارفين أن الأساس دائما هو المواطن وأنه هو المواطن اللي ممكن يحمي الغابة ويمكن يحمي المدينة ويحمي المصنع ويحمي المؤسسة دائما الرهان على المواطن ووعي المواطن ككلمة أخيرة سيناسيم ما هي الرسالة التي توجهها للمواطن كي يحمي الغابات من الحرائق أنا تعلمت حاجة من عند زمنة لي في الغابات هو أن جمال القطاع النباتي في الجزائر واربع ملايين ومتين ألف ربع ملايين ومتين ألف نعم الغابات هي مليون ومتين ألف هذه الغابات باقية أدغل وأحراش هذه النسبة ضائلة مقارنة بمساحة الجزائر يجب المحافظة واتكر لك أنه في بعد الحين الغابة 25 سنة بيشتعوا بتخلف ولازم لك عملي تشجير ونعرف أنه ما عند تشجير الجزائر تضاريسها صعبة جدا حتى ينجح لك تشجير الجزائر يعني تقريبا أنه ما دينجحش القليل لازم نحافظه عليه لازم نحافظه عليه بين تصرفات بسيطة جدا يجب أن نعتدي بالغابة نحن يجب أن نعتدي بالغابة ونتكلم للسكان القاطينين بالغابة هناك تطبيق للوقاية كيف تحمي نفسك بيش النور ما تلحق لكش يجيب تطبيق هذه التدابير ويقائيا سيكون هو أول متضررين أكيد طبعا هو أول متضررين طبعا سينسيم شكرا لك شكرا لك آسف أنه الوقت ذي نعليش أسف كنا نعطي لك أكثر سيعد القادر أنت ما هي رسالتك الأخيرة للمواطنين أنت ربما تحتك بالمواطنين تعيش في الغابات ترى الأشجار ربما حتى الحيوانات شيء مؤسف أنه تحترق هذه الغابات فجأة لا هي رسالتك للمواطنين للحفاظ على هذا المولوث الطبيعي للأجيال القادمة نقول رسالة تعيش المواطنين ونقولهم حافظوا عن الغابة لأنهم هم رام عايشين فيها نعم هم رام عايشين فيها مثلا تربية الحيوانات فيما يخص النحل فيما يخص الحتا نقوله نحن رام يستعملوا الأحشاب بتاعها يستعمل المواد مثلا كما نقوله نحن يسقف داره يسقف داره فهو اللي راح عايش نعم زيد حتى الموارد الطبيعية ثمها مثلا تكي يحرك غابة وش راح يرعي أفر حتى للماء صح اللي راح ثمها مثل الماء باش يشرب مثلا اللحية ولا التعوب باش يشرب هو نعيزي لقطوبة إذا أول المتضررين هو هو الواطن اللي راح سياكم في الغابة لذلك الحماية 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 شكرا نسي عبد القادر المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية لنقابة عمال الغابات وشكرا كذلك لك النقيب نسيق برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بالموديل العامة للحماية المدنية تمنيت لو أنه نعطيكم وقت أكبر فرصة أخرى إن شاء الله فرصة أخرى سناسيما تقلوا إياكم الآن عزيزي